بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحاته من التاريخ الحديث الذي أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة التاسعة والخمسون بفضل الله تعالى وفيها أتحدث عن جهاد أو أكمل الحديث عن جهاد الشعب المصري ضد الإنجليز وما أوقعوا فيهم من خسائر ضخمة بفضل الله مما أقنعهم في النهاية لوجوب الجلاء من مصر لا مكان لهم في مصر أبدا وليت هذه الروح الجهادية انتشرت في الشعب منذ زمن طويل لكان أن انقلع الاحتلال عشرات السنين قبل ذلك لكن الله تعالى بالغ أمره جل جلاله فالمجاهدون عمدوا إلى إنهاك الإنجليز وتدمير بنية تحتية الإنجليز نصف الجسور جسور تعد ويصرف فيها أموال وجهود وأوقات وتبنى بخوف شديد مترقب وترصد فينسى في الجسر يأتي البريطانيون يعيدون بناءه يأتي المجاهدون ينصفونه من جديد هنا قصص طويلة وجميلة ما سطيع أن أذكرها بسبب الوقت لكن النصف هذا فيه فنيات جهادية عالية ورائعة جدا وفيه تعريض النفس الهلكة لكن لا بأس إذا كان في سبيل الله إن شاء الله النصف الجسور قطع قنابيب المياه وفيها ذكاء في هذا القطع فيقطعون الأنبوب الماء ويجعلون في طرف قنبلة مثلا فإذا جاء الإنجليز من أجل الإصلاح تنفجر قنبلة فيهم أو القناصة يكونون مستعدين فإذا جاءوا ليصلحوا أنابيب المياه فالقناصة يقتنصون هؤلاء الإنجليز وهكذا يعني الروح الجهادية عالية عالية جدا قطع أسلاك الهاتف بعض هذه الأسلاك كان مخبوءا في الأرض وبعمق عميق مع ذلك يحفر وتخرج الأسلاك وتقطع فإذا جاء الإنجليز يصلحوا تقتنصهم القناصة أيضا إلى هذا الحد يعني من التحركات آنذاك نسف القطارات وكانت هذه من أصعب الأمور على الإنجليز لماذا؟ لأن القطار هو وسيلة حركتهم فإذا نسف القطار تعطلوا تماما في انتقال وسرعة الحركة فكان المجاهدون ينسفون القطارات أو يأتون ليخرجوا القطبان من مسارها إما نسف القطار بالكامل أو إخراج القطبان من مسارها فإذا خرجت القطبان من مسارها تأتي العربة فطبعا تنقلب وتنقلب مع عربات كثيرة ويموت أناس إضافة إلى القنابل التي ترمى آنذاك والقناصة الذين يعملون ويقنصون الجنود البريطانيين وهذا طبعا هذا شيء رائع ورائع جدا حصلت عدة عمليات من هذا الباب وإزعاجة إنجليز إزعاجا كبيرا أيضا إحراق مخازن النفط مخازن النفط وهناك حادثة في أن أحرقت مخازن هائلة للنفط لكن حادثة واحدة فقط العامل ادعى وكان عامل من الإخوان لكنه مدرب وكان الإخوان من ذكائهم وحسن بلائهم في الجهاد أنهم وزعوا عمالا من عمالهم في القناة فكانوا لهم أعينا وآذانا وفي الوقت نفسي كانوا يعملون عمليات رائعة جدا أحد عمال الإخوان كان في هذا المخزن الضخم المنعزل فدعا في بطنه ألما وطلب من رئيسي الإنجليزي أن نسمح له بالذهاب سمح له وهو خارج اختبأ في كراتين منطقة فيها كراتين اختبأ في أحدها ولما أغلقت المخازن استطاع بفضل الله تعالى أن يثقب جميع الأوعية التي فيها النفط ويربطها بأسلاك معينة وبفتائل معينة فحدث انفجار هائل وهائل جدا وأنجى الله تعالى هذا العامل وخرج بفضل الله تعالى هذا مثال فقط على الروح الجهادية إذا كانت عالية ماذا يمكن أن تصنع ضد الاحتلال وضد رموز الاحتلال وضد البنية أو بنية التحتية للاحتلال والعجب أن أخذ لوحيما خشب رماهما فوق الأسلاك الشائكة وقفز فوقهما وجرى بعيدا إلى النجاه الله تبارك وتعالى انظروا لهؤلاء الرجال الشجعان رجال أبطال صدقوا معاهد الله عليه وقرروا الجهاد فانظروا ماذا يخرج منهم وفي الحقيقة هؤلاء الرجال محوا جميع الخزي والعار الذي كان مسيطرا على قطاعات كبيرة في الشعب المصري آنذاك من الذل والهوان والرضى بالاستسلام للاحتلال بريطاني هؤلاء الرجال العظماء يعني قاموا بواجب كبير وفرض عين نجحوا في إقامته بشكل رائع وجميل وجميل جدا فكانوا أن يهاجم بعض المطارات والمطارات منعزلة وبعيدة ودونها صحارة مهلكة لكن مع ذلك بعضهم قطع هذه الصحارة وأتى إلى المطار وقطع الأسلاك الشائكة وراد أن يدخل لكن فسدت حيلته في آخر لحظة لكن انظروا لهذا التفكير المتقدم ضرب المطارات والطائرات وهذا شيء رائع رائع جدا أيضا حاول الإخوان المجاهدون منهم أن يغتالوا القادة الإنجليز وحاولوا مع أحد القادة لكن محاولة تنجح لكن ألقت الرعب في قلوبهم أيضا نصف الجنود بحيل عجيبة ومبتكرة من أجمل هذه الحيل التي قرأتها في الحقيقة أن البائع برتقال جاء لثلاثة جنود طبعا البرتقال أنتقي ليكون أجود من أجود أنواع البرتقال والجنود الثلاثة في سهر أو سمر فمر عليهم بايع البرتقال بعربته فأعجبوا بالبرتقال طلبوا منه أن يبيع برتقال فأعطوه المبلغ ادعى أن ليس عنده الباقي فأخذ المبلغ وقال سأأتي لكم بالفكة يعني وكان تحت هذا البرتقال قنابل فانفجرت فقتل الثلاثة فضل الله تعالى ومنه يعني هذه بعض الحيل التي كانت تستخدم لقتل الجنود البريطانيين لكما قلت لكم لضعاف الهيبة في النفوس ولتشجيع سائر قطاعات الشعب أن يلتحقوا بمعسكرات التدريب من أجل أن يتدربوا على الجهاد في سبيل الله ومن أجل أن يقنعوا الإنجليز أنه لا بقى لهم في مصر أبدا وأن الشعب كله يقاتلهم وليست فقط فئات من الشعب وكان هذا مهما ومهما جدا الأستاذ كامل الشريف في الحقيقة رحمة الله عليه توفي أحد كبار الإسلاميين وهو من أخوان المسلمين وكتب كتابا سماه المعارك السرية في قناة السويس كتاب هذا رائع جدا يجدر بكل مسلم ومسلمة أن يقرأه وكتاب فيه التضحيات وبطولات وفيه بيان أن الشعب إذا أراد الحرية وراد الجهاد السبيل لا يمكن أن يقف في وجه حائل من هؤلاء الضعفاء من الأعداء والكفار ما يمكن لأن مسلم أصلا عزيز كريم فإذا قرر أن يضيف لهذه العزة والكرامة الجهاد في سبيل الله ومن وقت العداء من ذا الذي يستطيع أن يقف أمامه وإزاءه لا يمكن مستحيل فنقل الأستاذ كامل الشريف هو أصلا كان مسؤولا عن العمليات الجهادية في مصر هو الرأس المدبر لكل هذه العمليات ذكرتها لكم من قبل تقريبا وذكر كيف بدأ يعمل وكيف اجتهد وكيف اتصل بالعمال من الإخوان وكيف تصل بالضباط من الإخوان وكيف نسقوا الأمور ونسقوا نقل السلاح إلى آخرين كلام رائع في هذا الكتاب يعني في الحقيقة أحيلكم عليه تستفيدوا منه حتى أن من اللطائف أن كامل الشريف شارك في حرب فلسطين وكانت قبل هذه الحروب ببضع سنوات فكانوا قد خزنوا سلاحا في مناطق في غزة ذلك أن الخيانات التي صارت في حرب فلسطين أنه طلب منهم الانسحاب ورجوع إلى مصر فعرف كامل الشريف القصة فعملوا مخازن عند البدو وهذا يدلل على أن ليس البدو جميعهم متعاونين مع اليهود بل كان البدو في الحقيقة بعضهم كان مجاهدا وكان مع المجاهدين المصريين فتوثقت سلاحا مع البدو كامل الشريف فعملوا مخازن للأسلحة والمخازن هذه عملوها في البادية وضعوا سلاحا كثيرا بطريقة ذكية وذكية جدا أنه كان يعلم أن السلاح سأخذ منهم فوضع السلاح في مخازن في البادية وفعلا لما عادوا إلى مصر جردوا من أسلحتهم وقصة طويلة ذكرها ولطيفة ولطيفة جدا فلما احتاجوا للسلاح في أيام الحرب القناة أوعزوا إلى عبد المنعم عبد الرؤوف ضابط الإخوان المشهور الذي طبعا حورب بعد الثورة محاربة كبيرة جدا بعد الثورة الضباط الأحرار قصة طويلة ما أريد أن أتي عليها الآن لكن عبد المنعم عبد الرؤوف بطل من أبطال الكبار كان ينقل لهم الأسلحة من مخازن في غزة ينقلها لهم وأفادتهم جدا جدا فضل الله تبارك وتعالى وعاون أشخاص كثيرون عبد المنعم عبد الرؤوف وذكر سطر بطولات في هذه المعاونات بالحقيقة جميلة وجميلة جدا أيضا مما فكروا فيه وكان تفكيرا متقدما أنهم أرادوا أن يعطلوا الملاحة في قناة السويس كامل الشريف فكر في هذا ماذا يصنع؟ قال نغرق باخرة ضخمة للبريطاني في قناة السويس فإذا أغرقناها نستطيع بعد ذلك أن نلفت أنظار العالم إلى قضيتنا لأن القناة سيغلق قناة السويس ستغلق وطبعا ستثير ضجة في العالم كله لأن الطريق تجاري وشريان تجاري ليس بالهيين فكيف يصنعوه؟ قالوا نغلق القناة ففعلا اتفقوا مع بعض الضباط في القاهرة أحضر لهم لغما ضخما جدا ووضعوه في مياه القناة حيث جاءت أول باخرة بريطانية في الليل فإنهم ينسفونها وتغرق وتغلق القناة هذه كانت الخطة لكن للأسف ما مرت باخرة بريطانية لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وقرر أن يزيحه هذا اللغم المهم مرت باخرة هولندية فأراد الضابط وكان متعاونا لم يكن من الإخوان لكنه كان متعاونا أراد أن يفجر هذا في الباخرة الهولندية رفض كامل الشريف ورفضت المجموعة قال هذه الباخرة الهولندية فيها مدنيون وفيها أناس براء فما هو ذنبهم أن يموتوا بهذه الطريقة فرفضوا تفجير لهم هذا يبين إنسانية كبيرة في الجهاد الإسلامي الجهاد أيها الإخوة في الإسلام فيه إنسانية ممنوعة للنساء ممنوعة للأطفال يعني هكذا الإسلام في روعته وجلاله في جهاده فلم تفجر القنبلة ونحن الذين حقا نراعي حقوق الإنسان وإلى اللقاء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات في الحقيقة ما زدت أواصل في قضية جهاد شعب مصري الرائع ضد البريطانيين في قناة السويس هذا الجهاد الذي أدى إلى أن قناة البريطانيين أو صحيفة البريطانيين كانت تصدر في القناة كانت تقول الآن تأكد لنا أن هناك ألمانا ويغسلافا يديرون المعارك مع المصريين من جودة هذه المعارك وشدة تأثير في البريطانيين دعوا هذا الادعاء ولم يكن هناك لا ألمان ولا يغسلاف لأن كان هناك مسلمون عظماء مجاهدون الذين لا يقف في وجههم أحد ولا يقارن بهم أحد أصلا أيضا يعني هذه المعارك كلها أدت إلى أن يحصل جلاء كبير للعائلات البريطانية وانقلاعهم إلى لندن فضل الله تعالى إلى غير رجعة أكثر من ألف عائلة قلعت من مصر وذهبت إلى غير رجعة فضل الله تعالى وهذا يدل على أن العمل الجهادي له تأثيرات رائعة لأن في مرحلة هدوء معينة بعد هذه الأحداث حصل مرحلة هدوء وترقب وترصد عاد الجنود البريطانيون إلى المدن وعادت العوائل فعادت مرة أخرى المعارك فخاف هؤلاء عدوا لمعسكراتهم وعاشت العوائل عيشة صعبة جدا فصل المعسكرات ما تعودوا مع تادوا عليها فأدى هذا إلى جلاء أكثر من ألف أسرة من مصر ولله الحمد والمنة طبعا قتل الجنود خطف السلاح من الجندي يأتي بجواره أحد الأبطال الشجعان فيضربوا في بطن ضربة معينة ثم ينزع سلاحه ويجري هذا طبعا يظل الجندي مذهولا لكن أخذ سلاحه مما جعل القيادة البريطانية تعقد محاكمات لهؤلاء الذين تأخذ السلاحات منهم بهذه الطريقة طبعا ماذا يصنعون هؤلاء الجنود فوجئوا بهؤلاء المجاهدين أيضا حصلت معركة مع مخابرات العدو لأن المخابرات البريطانية كانت تجند للأسف جواسيس وعملاء مثل ما يحدث مع عملاء فلسطينيين وعملاء العراقين اليوم الذين يتجندون لدى اليهود والصليبيين فكذلك آنذاك فكان المصريون المجاهدون يتعقبون هؤلاء العملاء ويعاقبونهم ويقومون بشبكة مخابراتية أخرى ضد مخابرات العدو يعني عمل رائع وجميل وكان يوزعون أيضا منشورات توزع بطريقة عجيبة وذكية وسريعة على كل مناطق القناة وتدخل إلى بيوت الإنجليز وإلى فكنات الجنود الإنجليز بحيث تنبههم وتخوفهم وترهبهم وتبين لهم أنهم يضيعون وقتا في مصر وأنهم ينبغي أن يخرجوا من مصر إلى آخر هذه القضايا مثل هذه القضايا كلها أكدت أن الجهاد بلغ مداه في منطقة القناة وفعلا وصلوا إلى نتائج رائعة ورائعة جدا أدت إلى عدم اطمئنان الإنجليز أبدا إلى بقائهم في مصر آنذاك فحصل القرار الذي كان يتمناه المصريون من أكثر من سبعين سنة حصل قرار الطويل التاريخي بأن الإنجليز لا مكان لهم في مصر الإنجليز لا مكان لهم في مصر الحكومة كان ذلك قد تغيرت والملك السابق فاروق كان قد عزل ونفي وتحولت مصر من ملكية إلى جمهورية وتولى الضباط الأحرار مسؤولية الحكم في بداية كان محمد نجيب ثم أقصى الضباط أقصى محمد نجيب الاتجاه الوطني الإسلامي في الجملة وتولى عبد الناصر وثورة الضباط الأحرار ليس هذا وقت تقويمها وما أريد أن أقومها في هذه الحلقة لها شأن آخر ربما آتي عليها في موضع آخر من برنامج صفحات من تاريخ الحديث لكن ثورة الضباط الأحرار حكم عليها أهلها حكم عليها بعض الضباط الأحرار أنفسهم بأنها كانت ثورة فاشلة سببت مآسي كثيرة للشعب المصري وسببت أزمات خانقة للشعب المصري أما بالنسبة للعالم الإسلامي فسببت له أصعب أصعب الكوارث بسقوط فلسطين وسيناء والمهزلة الكبيرة جرت في حرب النكبة بعد ذلك والخضوع لليهود بعد ذلك قصة مؤلمة حزينة جدا جدا الضباط الأحرار ما أتوا بخير أبدا للأسف الشديد لكن أن الذي يعنيني الآن أن بريطانيا قررت الجلاء ماذا تصنع؟ تفقت مع الضباط الأحرار على أن تجلوا عن مصر لكن أن يكون لها قواعد في منطقة القناة صالحة للاستعمال الفوري أن يأتي الإنجليز في أي لحظة ويصلوا لقواعدهم لو هددوا في مصالحهم في مصر أو في مناطق قريبة من مصر هنا طبعا وافق الضباط الأحرار توقيع هذا وما كان بهم حاجة لهذا لكن المشكلة أنهم وافقوا وهذا مثل نسمار جوحة سيكون في قلب الدولة المصرية ولهذا اعترض الإخوان وكان القوة الوحيدة على الساحة أنذاك التي تملك الاعتراض وهي قوة رائعة وكبيرة وضخمة اعترضوا على عبد الناصر وتوقيع اتفاقية الجلاء هذه فكان عبد الناصر يغضب منهم ويطلب منهم أن لا يعارضوا اتفاقية الجلاء وهذا وصل بهم جميعا إلى طريق مسدود عبد الناصر بعد ذلك أخذهم وضعهم في السجون في قصة طويلة أيضا ليس هذا وقتها ليس هذا وقتها وانتقم منهم انتقاما فضيعا مجرد المطالبة بالنقاش حول اتفاقية الجلاء وان تصبر الحكومة المصرية أكثر وان لا توقع اتفاقية في ضرر بالمصريين لكن هكذا قدر وما وافق عبد الناصر وزج بهم في السجون بعد خلاف معروف الذي جرى الإخوان والأخوات أن الله انقذ مصر من هذه الاتفاقية بالحرب العدوان الثلاثي على مصر العدوان الثلاثي على مصر اشتركت بريطانيا وفرنسا واليهود اشتركوا جميعا في غزو مصر وسببه أن عبد الناصر قرر أن يؤمم قناة السويس وهذا التأميم لا شك أنه في مصلحة مصر وإعادة الحق إلى أهله وإعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح خطأ الخديوي السعيد وخديوي السماعيل في حفر قناة السويس وتسليمه لأعداء الملة وعداء الأمة هذا الذي جرى فثارت بريطانيا ودعت أمريكا وفرنسا لاجتماع مع بريطانيا وحصل توتر دولي شديد آنذاك وقررت بريطانيا أن تغزو مصر وهذا بعد جلاء آخر جندي يعني آخر جندي جلاء من مصر كان قاعدة البحرية في بورسايت في ثامن عشر من يونيو سنة ألف وتسعمائة ستة وخمسين ألف وثلاثمية خمس وسبعين هجرية تقريبا آخر جندي بريطانيا خرج بفضل الله تعالى من مصر بعده بشهور أممت القناة وبعده تأميم ببضعة أسابيع سار العدوان الثلاثي على مصر والعدوان الثلاثي هذا كان عدوانا خطيرا وأرادت بريطانيا في أن تعود إلى مصر لكن الله تعالى سبحان الله إن الله ينصر الدين برجل الفاجر اتحاد سوفيتي هدد أن يضرب باريس و لندن بالصواريخ إن من سحب سحبت بريطانيا و فرنسا قواتهما من مصر وأيضا أمريكا هددت أن أمريكا كانت تريد أن تزيل الوجود المصري تزيل الوجود المصري أسف كانت أمريكا تريد أن تزيل الوجود البريطاني من مصر ومن جميع المناطق التي احتلتها بريطانيا و فرنسا في العالم العربي والإسلامي وأن تحل مكانهما كانت أمريكا تريد أن تكون القوة العالمية المسيطرة لأن بعد حرب العالمية الثانية أخذت بريطانيا و فرنسا في التراجع و ظهر نجم أمريكا و بزغ فكانت أمريكا تريد أن تستولي على المناطق التي كانت تحتلها فرنسا و بريطانيا أو كانت مناطق احتلال قديم الذي حدث أن أمريكا أيضا أنذرت روزفيلت أنذر رسميا بريطانيا و فرنسا بوجوب خروجهما من مصر فهذا كله تضافر على القوات الفرنسية البريطانية المشتركة فاضطرتها للخروج أما اليهود فكانوا يقولون أن لا يمكن أن نسمح بتأميم قناة السويس ما أن تضمن مصالح دولتنا في المرور بقناة السويس و طبعا اليهود منعوا من قناة السويس المرور فيها إلى أن عقدة الاتفاقية المشؤومة اتفاقية السلام مع اليهود و صارت سفن اليهودية تدخل إلى قناة السويس الأسف الشديد بعد ذلك المهم انسحبت بريطانيا من مطقة القناة و كان هذا الانسحاب منقذا لمصر من آثار الاتفاقية اتفاقية الجلاء لأن اتفاقية الجلاء نصت على بقاء بعض القواعد البريطانية كمسمار جوحة كما قلت لكم طبعا العدوان هذا نسف كل شيء و خرجت بريطانيا يجللها العار والشنار خرجت إلى الأبد بفضل الله تعالى و خلصت مصر لمصريين و للعرب و للأمة الإسلامية بفضل الله تعالى طبعا المطامع في مصر لم تنتهي و لن تنتهي أبدا مصر هي رائدة في العالم العربي والإسلامي و قائدة في العالم العربي والإسلامي لا بد أن نفهم هذا ولكن للأسف بعد توقيع المعاهدة المشؤومة مع اليهود حيّدت مصر تحييدا كبيرا جدا عن الدول العربية والإسلامية و مشكلات و هموم الدول العربية والإسلامية إلا قليلا لكن مصر ستظل رائدة و قائدة للدول العربية والإسلامية و ستعود إن شاء الله تعالى إلى مركزها و ثقلها و أهميتها البالغة في الدول العربية والإسلامية الدولة من أكبر الدول سكانا و موقعها الجغرافي متميز و ثرواتها كبيرة جدا أحاطت بها أحوال و ظروف حيدتها و أبعدتها قليلا عن محيطها العربي والإسلامي ستعود مصر كما كانت مصر التي وقت في وجه التتار و مصر التي وقت في وجه الصليبيين و طردتهم من بلاد الإسلام و طردت التتار من بلاد الإسلام على إثر عين جالوت مصر التي وقفت دوما و أبدا في صف الإسلام و المسلمين و كان لها آثار كبيرة جدا في الجهاد و العزة و الكرامة مصر ستعود إن شاء الله تعالى قريبا إلى هذه المكانة الرائعة و الجليلة و سيكون لها إن شاء الله تعالى المكانة و الريادة قريبا الحلقة الأخيرة ستكون إن شاء الله الحلقة القادمة ستحدث فيها عن مجمل العبر و العظات التي نستقيها من احتلال طويل و كيف نستفيد من هذه العبر و العظات في حياتنا معاصرة إلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة